روت الفنانة أيتن عامر بعض من تفاصيل انفصالها عن زوجها مؤخرا وأكدت أنها لا تستطيع التخلي عن الحب في حياتها إلا أنها تعتبر نفسها في فترة استراحة من العلاقات العاطفية من أجل استعادة الاستقرار والبدوء في حياتها وتعيد ترتيبها من جديد أيتن عامر تتحدث عن طلاقها وأكدت أيتن عامر خلال لقاء لها في برنامج كلام نواعم أنها لا تريد أن تظلم شخصا آخر حال دخولها علاقة عاطفية في الوقت الحالي كما أنها ترفض تقديم تنازلات للطرف الآخر في الحب والزواج وأوضحت أنها لم تكن السبب في وقوع الانفصال بينها وبين زوجها ووصول الأمر إلى الطلاق واعتبرت أن الأمر ناتج عن تراكمات مشددة على أن المرأة ليست دائما الطرف الملامة في حالة فشل أي علاقة وتابعت قائلة أنا شخص بلا عيوب وأهم ميزة لدي التواضع مشيرة إلى أنها في هذا الوقت الحالي لا يوجد لديها معايير من أجل اختيار شريك المستقبل قائلة عندما تحبين شخصا ستحبينه بشكل كامل دون اختيار وتابعت أيتن عامر حديثها قائلة الرجل بطبعه شعاره سيدة واحدة لا تكفي مشيرة إلى أنه قد يستطيع أن يحب أكثر من امرأة في نفس الوقت مشددة على رفضها التامي أن تكون زوجة ثانية في يوم من الأيام وتعلبت أي رجل يريد أن يتزوج أن يفسح لزوجته عن تلك النية قائلة قل والرجل يتسع لعن عشر سيدات في هذا الزمن مؤكدة أن هذا الأمر مهما قدمت له زوجته الاهتمام وأن الخيانة ليست دائما سببها تقصير من الزوجة وأشارت إلى أن المرأة تكتفي برجل واحد أما الرجل إذا أصبح لديه أموال ضخمة يبحث عن امرأة أخرى ونفت الفنانة المصرية اهتمامها بأن يكون شريك الحياة لديها شخص يتمتع بالأموال والثروة مشيرة إلى أن هذا ليس شرطا أن يكون رجل دون نفوذ أو غني لأن الحب لديها في المقام الأول والأموال أو أي شيء آخر يمكن أن يغني عنهم الحب ترجمة نانسي قنقر